نيابة العامة استنقت مشتبه بهم حضر الدفاع ديالو اللي تم التأكد منه هو أنه ما كانت تشي ضبط وسيلة غش عند أمين ناصر الله كما تم إذاعة هذا الخبر على لسان بعض الخصوم ديالو وتضح كذلك بأن السيدة التي وقفت فجأة واتهمت أمين ناصر الله ظلما أن هذه السيدة هي التي أفزعت جميع الحاضرين وبطريقة هستيرية قامت بالصراخ داخل القاعة بأن أمين ناصر الله كان يحتوي على ألة غشر تم خلو بجميع الأدلة شبهة هذه تحيدت فقط لشرنا له في هذه القضية وكان قيمة مضافة عند نيابة العامة أن هذه السيدة كان عليها تحضر أن الذي يقف ويصرخ ويزعزع أمن وطمأنينة المترشحين الامتحان داخل اجتيازهم وأثناء اجتيازهم الامتحان يجب أن تعاقب وأنه طلبنا تعميق البحث بشي بملف بجميع الأفعال ويحط بجميع الأفعال بشي بوحد شخص واحد ومن معه لأمين ناصر الله أمين ناصر الله ثابت قطعا أن ما عنده تشعى لقاب الغش علما أن ندللنا بواحد مفتاح USB نيابة العامة كان قولوا هذه جميل استفزازات التي كانت هذه السيدة تتوعد فيها أمين ناصر الله بأنها ستفضحه لأنه غشاش وأنها تسبه وأنها ستدخله السجن هكذا صرحت بواحد مفتاح USB في العديد من الفيديوهات قبل أن تقوم بمسح تلك الفيديوهات لكن لا زالت مسجلة على مفتاح USB أعطينا نيابة العامة باش تقوم المتعين كنتمنى أن القانون يطبق على الجميع جميع الشهود الحاضرين في هذه الميلة نفوا أن يكونوا قد سامعوا بالقتل ونفى السيد ناصر الله أنه تهدد بالقتل هذا كلام سمعناه وطبعا هي تصرحات بهذه الكلام وسامعناه أيضا الآن ما يرجع رسميا أمام المحكام ما لاوجود لأي كلمة القتل وجه أحر التحايا والامتينان والشكر لهيئة الدفاع التي أبت إلى أن تسجل بموقف تاريخي في قضية قد تبدو للبعض أنها بسيطة قضية شاب أعزل تهم بطلانا بهتانا وزورا بالغش لكنها قضية أعمق بذلك بكثير هذه القضية هي قضية السراع أزلي ما بين الحق والباطل أيضا أعرف في قراراتي نفسي أن القضاء في منأة عن اللوم وعن الشكر لأن القضاء في غنى عن مواقف أي شخص أكان لكن انطلاقا من مبادئنا الإسلامية نقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس وعليه أوجه جزيل شكر للسلطة القضائية الذين تعاملوا معها ما هذا الملف وما غير من الملفات بمنطق من منطق يجسد استقلالية السلطة القضائية وبمنطق يبعثه على السياح ويبعثه في تكريس مبدأ أن القضاء في خدمة المواقف القضية حيتياتها لن أخوض فيها كثيرا لأنها محل تحقيق يعني تعميق تحقيق يوم غدين إن شاء الله ليس في مواجهتي بل في مواجهة من تهم زورا وظلما وبهتانا سيسقى كل ساق مما سقى إن شاء الله ولن اتقى الكامل في القضاء لن أتنازل ورب الكعبة أنا رأيت أفضلحتي دبرا من الشوهات صورتي أمام الملأ كل بل أكثر من ذلك مشي من أراد توريطي كل من تواطئ أقسم بالله العلي العظيم يحتينالوا الجزاء ديالهم قضائيا لأننا نحن في بلاد القضاء هذه لا نقاشة فيها تانيا هناك اعتراف اليوم الرسمي من الشخص الذي ارتكبها اقترف الجر ظروف اعترافه السياقها لا تعنيني لكن الاعتراف سيد الأديل الحمد لله الحمد لله الحمد لله لازل البحث سيتعمق أكثر وسنعرفه سيسفر على مجموعة من المعطيات لغتبيل الحقق إن شاء الله حسب ما راجع أمام السيد وكيل المالك وحسب تصريحات الشهود وحسب الوقائع التي كانت ضبيطة من خلال الضبيطة القضائية فهي تبين انعدام وسائل الإتباط في ارتكاب هذه الجرائم انعدام وسائل الإتباط فيما تعلقوا بحالة التلبوس وأيضا حسب المصرحة المشتكية التي لم تحضر بصفة نهائية أمام السيد وكيل المالك من أجل الأداء إدلاء بتصريحاتها حسب هذه الشكاية المقدمة ضد أمين نصر الله أركاء الجريمة غير قائمة نظر الوسائل الإتباط منعدمة بصفة نهائية في هذه الميلوف ونعتقد أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة المنقرة بابتدائية الرباط لها ما يكفيها من وسائل من أجل ترى أساس هذه المتابعة ونعتقد أن المتابعة لن تتخذها بناء على هذه التصريحات يتصريحات مجرد تصريحات كيدية وأعتقد أن الدفاع لن يقف إلى حدد النقطة وأن النيابة العامة لن تقف إلى هذه النقطة بل أنها ستقوم بتحريك المتابعة إذا تبين أن هناك أفعال جرمية صادرة من طرف المشتكية باعتبار أنها صرحت بشكاية كاذبة بوقع كاذبة لا أساس لها من الواقعة لا تنسى تشترك في القناة و تفعل جرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة و تبين أحبلي جرس وهي لonnوعة بعض بيوالي ويبر great يوميا جديد الفيديوهات بجرس يوميا جديد الفيديوهات من راكر بجرس احبلي جديد الفيديوهات من هسبريا شكرا